بإعلان البنك المركزي المصري الخميس رفع سعرية الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة لتصل إلى 13.4% لأول مرة وظهرت منتجات مصرفية جديدة تمثلت بطرح البنوك المركزية حق شهادات إدخارية لمدة ثلاث سنوات بفائد تتصل إلى 17% بحسب دورية صرف العائد وهذا خلال الجولات السابقة من التعويم كان القطاع المصرف الحكومي يلجأ إلى طرح شهادات إدخارية بلغت إلى 18% وهو ما حدث في مارس الماضي واستمر لمدة شهرين فقط وكان ذلك بمواكبة قرارات عرفت بالتعويم الثاني وكان سعر صرف الدولار حينها 15 جنيه و60 إرش لكنه سجل بعد ذلك إلى 18 جنيه و20 إرش أما في التجربة التعويم الأولى هذا ما حدث في عام 2016 فإن البنوك الحكومية ترحت شهادات بفائدة 20% وشهادات إقبال كبير وكان ذلك بعد تحريرا للعملة بسعر صرف 8 جنيه أمام الدولار قبل التعويم كان ذلك وصل إلى 19.5 تقريبا قبل أن تعود لتستقر إلى 15.17 جنيه للدولار لنحو عامين أما البنك المركزي بدوره يقول أن إجراءاته الاستلاحية تستهدف ضمان استقرار الاقتصاد الكل وتحقيق نمو اقتصاد مستدام وشامل وتحقيقا لذلك سيسعى سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملة الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرين غير أن المركزي عاد وأقر بأنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% بحوالي 2 نقطة مقوية هذا في المتوسط خلال الرابع الرابع من عام 2022 وبمواكبة التعويم فقد قفز مؤشر التضخم الثاني وفي مصر من 13.8% إلى 29.5% وتراجع مؤشر التضخم عام 2018 إلى 14.5% مع زيادة معدلات نقص العملة الأجنبية وتراجع الاحتياط النقد للبلاد عاد التضخم للصعود مرة أخرى في عام 2022 هذا ذلك سيجعل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين أعلى من مستواته خلال الأربع سنوات الماضية أما البنك المركزي يمضي في خطة التعويم ويرفع أسعار الفايدة والاتفاق على قرد صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولارات هذا ما وجدناه في هذه التصريحات هذه الأيام وكما أعلن البنك المركزي انتقاله إلى نظام صرف المرن مستهدفاً أن يعكس السعر لقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب كما رفع البنك أسعار الفائدة وأكد لغاء التدريج للتعامل مع الاعتمادات المستندية في عمليات الاستراد بنهاية العام وتجاوز التداولات الدولارية في الأنترن اليوم 10 أضعاف المتوسط اليوم خلال الشهرين الماضيين وهو مؤشر قوي على أن سعر صرف الدولار متوازن يتروح بين 22.5 و23.5 حتى وصل إلى 24.5 في اليوم وبعد ساعات جرى الإعلان عن توصيل إلى اتفاق مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهر حسب ما صرحت رئيسة بحثة الصندوق لمصر وهو مؤتفي مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وهذا ما جعل تخطيط هذا يعد هذا القرض هو الحزمة الرابعة لمصر من صندوق النقد الدولي وأهم ما تضمنه بيان المركزي هو سعر الصرف المرن هذا بشكل دائم والذي تنعقد أنها رسالة إلى صندوق النقد الدولي أننا لا ننوي التراجع بعد هذا ردا على مسؤولي صندوق النقد الدولي الذي أشاره إلى علمهم بإعادة التحكم في سعر الصرف الجنيه بعد تعويم 2016 وأولويات المركز المصري هو تحقيق استقرار أسعار والتي لا يزال المهمة الأساسية للبنك رغم تقبل فكرة ارتفاع التدخم إلى مستوى أعلى بكثير من نطاق 7% بما في ذلك زيادة 2% المستهدف في الرابع الرابع من عام 2022 وهذا النقطة الثانية سيعمل البنك المركزي أيضا على تكوين والحفاظ على مستويات مستدامة وكافية من الاحتياط الدولي وعادة أيضا محافظ البنك المركزي لاحقا ليؤكد أن الفكرة هي مضعفة احتياطات النقطة الأجنبي خلال أربع سنوات والتي لم تتغير كثيرا في سبتمبر عن الشهر الماضي والبورصة ترحب بالقرارات أيضا أثرت تحركات البنك المركزي والثقافة صندوق النقطة الدولي بالإيجاب على المؤشر الذي أغلقه اليوم مرتفعا بنسبة 4% بكذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو وما تنسى تدعمنا بلايك والاشتراك في القناة دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته